تصل أخبار الهدنة السادسة لكن الهدنة لم تصل فاليمنيون من الانتظار السلام المحمول على خطوات الدبلوماسيين من جديد يحبسون أنفاسهم خشية انهيار اتفاق معلن حتى ولد الشيخ أحمد دعا إلى الالتزام بالهدنة من أجل تحريك عجلة المساعدات للمعذبين في جوف الحرب موافقة الأطراف على الهدنة بحسب المبعوث الأممي نقل المقترح من خانة إقراره إلى البحث في كيفية المحافظة عليه فالعقبات التي تعترض الهدنة أكثر من العوامل التي تدعمها إذ لا يوجد من يحمي الهدنة ويمنع انهيارها خاصة في ظل غياب آلية واضحة أو ضمانات لتنفيذها وبقاء القوات العسكرية والميليشيات على تماس في مختلف مناطق البلاد كما أن الميليشيات لا تزال تنشر مقاتليها وآلياتها الثقيلة داخل المدن والأرياف كما قد ينذر تصعيد إجراءاتها الأخيرة في الإعلان عما تسميه تشكيل حكومة إنقاذ بعرقلة الهدنة المقترحة والإطاحة بمساعي الحل السياسي السلام ليس غدا رغم أن التفاهم البريطاني الأمريكي يجنح على الأقل إلى تغليب المسار السياسي على المسار العسكري لكن المحاولة تعاني من المراهنة الخطرة على خريطة طريق معقدة وشاقة التنفيذ ومبهمة تحتاج إلى الكثير من الإرادة السياسية من الإنقلابيين أولا والدول الإقليمية والدولية الداعمة لهم أبرز التحركات التصعيدية ما جاء على لسان مندوب روسيا في مجلس الأمن والذي طالب بفرض حظر جوي في اليمن بمزاعم الحد من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين لكن مراقبين رأوا في هذا المقترح بعدا سياسيا هدفه التأثير على سير العمليات العسكرية على الأرض بحيث يحضر الإسناد الجوي فضلا عن تمكين الإنقلابيين وميليشياتهم من التحرك بأمان علاوة على هذا التصعيد والتعقيد تبقى التحديات الإنسانية الحاضر الغائب عن المشهد فعشرات التقارير الدولية عن تدهور الوضع الإنساني ودخول غالبية السكان تحت خط الفقر لم يشفع لهم بجعل العالم يلتفت بجدية أكثر لإنهاء أسباب الحرب وليس وقف الحرب ذاتها فالإنقلاب هو الثقب الأسود الذي ابتلع اليمن وأدخل اليمنيين في مستنقع الاقتتال والبؤس والحرمان اشتركوا في القناة